بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومعاونون للأمن القومي الخيارات الأمريكية بشأن سوريا حيث هدد ترامب بتوجيه ضربات صاروخية للأراضي السورية وذكر البيت الأبيض أن ترامب اجتمع مع فريقه للأمن القومي ولم يتخذ أي قرار نهائي وأضاف البيت الأبيض أن واشنطن تواصل تقييم المعلومات وتتحدث مع الشركاء والحلفاء لتنفيذ هجوم مشترك